الأول اسمحولي أرحب بضيفي وضيفكو الأستاذ حسين موسى مستشار الصناعات الغذائية في مصر وعضو مجلس إدارة ربيطة تجار وصناع مصر أهلا بحضراتك أهلا بحضراتك ده نور حضرتك أهلا بحضراتك أهلا بحضراتك أهلا بحضراتك بحضراتك طيب بمناسبة المولد النبي الشريف وحضراتك طيب الصحة والسلامة أنا بأكده برغم أنه طلبوا مني مرتين إن أنا أقدم التهنئة لكل المسلمين في ربوع الكرة الأرضية بعيد ميلاد خير الأنام حبيبي وحبيبكو عليه أفضل الصلاة والسلام كل سنة وإنتوا طيبين طيب على طول نخش فيها كده المولد النبوي الحلويات والغذاء والصناعات الغذائية نحن في ناس من بلدنا برنامجنا منبر للصناعات الغذائية في مصر طيب حارت شايف مستقبل الصناعات الغذائية إزاي الفوقت اللي إحنا فيه ده برغم من دخول بردات وأسماء كتيرة جداً بدأت تغزو السوق المصري إزاي إن إحنا نستعيد الصدارة ونحافظ عليها بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول خلينا أقول إنه الصناعات الغذائية تعتبر ركيزة أساسية من ركيز التنمية بالذات التنمية المستدامة في الوقت الحالي لأنه إنت لما حضرتك تبص على المطبخ المصري حتلاقي فيه صناعات غذائية مصرية تمثل أكتر من 90% طبعاً للدول المحيطة اللي بتمر بأزمات إحنا بنخدم على المئة مليون داخلي وبنخدم على مئة مليون محيطين بالدولة المصرية بالإضافة للدول الخارجية وبالتالي إحنا لما نركز على ركيزة من ركيز أساسية في التنمية المستدامة وهي الصناعات الغذائية يبقى إحنا بنعمل تنمية بنعمل تشغيل بنعمل سد للفجوة الغذائية اللي هي بتمثل أكبر عبء على الدولة المصرية طيب حضرتك بتتفق معي إن إحنا حتى بعد الحلقة اللي فاتت ناس كتير جداً تواصلوا مع حضرتك وناس تواصلت معي والناس حابة تقتحم المجال وتخش تستسمر في الصناعات الغذائية والعالم العرب والمستثمرين العرب تحديداً كمان عارفين إن السوق المصرية سوق وعدة في مجال الصناعات الغذائية لكن أنا يهمني أنا كمصري البراند المصري إزاي إن أنا يعني أحافظ على منتجاتي المصرية أعمل اكتفال ذاتي عندي وكمان أصدر زي ما حضرتك أفضت وقت للسوق المحيطة حولي طيب خلينا نقول إن مصر بتمتاز بمزايا كبيرة في مجال المواد الغذائية خاصة إن كتير من المواد الغذائية المادة الأساسية والخامة موجودة في مصر يعني لما حضرتك تكلمني على منتجات زي الحلويات أنت موجود عندك المقوم الأساسي لها وبالتالي أي مصنع أو أي صاحب مصنع بيبص على نقطة التكلفة نقطة التكلفة هي إيه المكونات اللي بيستوردها من بره وبالتالي لما تدور على منتج زي الصلصة أنت الطماطم في مصر مصر تعتبر رقم واحد على مستوى العالم في إنتاج الطماطم ومع ذلك إحنا بنا نستغلش الاستغلال ده الاستغلال الجيد إحنا نما تكلم فيه منتجات زي العصير كل منتجات الفاكهة الأساسية إحنا مميزين فيها وبالتالي إحنا أنا عايز أأكد لحضرتك يمكن ظروف المؤتمرات اللي أنا بحضرها أو بقدمها بتقابل مع عرب كتير وأحيانا بعض الأجانب بيأكدولي إن الفاكهة في مصر غير عندهم خالص تمام عندهم الفاكهة شكل وأحجام تمام لكن في مصر طعم وريحة تمام ده اللي مأكد عليه فبجد لأ أنا بأتفق بحضرتك في الجزء يعني أنا هقول لحضرتك حاجة غريبة جدا لك أنت تخيل إن إنتاج العالم من حاجة زي الطماطم بيقاس بعدد أيام مش بيقاس بمساحات بس تمام مصر تعتبر رقم واحد على مستوى العالم بتنتج مئة يوم إنتاج طماطم فيما يسمى بثلاث أطفات تمام أطفتين صيفي وأطفة شتوي الصين تالينا بالترتيب ستين يوم إنتاج للطماطم 2014 و 2015 كان المفروض إحنا كرقم واحد ننتج في المواد الغذائية في الطماطم مثلا ما يقرب من 900 ألف طن سنوي مركز والصين رقم اتنين تنتج تلتمية تلتمية وخمسين ألف المفاجأة إن في نفس التوقيت دوت إحنا كان إنتاجنا لا يتعدى 250 ألف طن من 900 ألف والصين كان إنتاجها 800 ألف من 250 ألف ده يدل على إن إحنا ما زال عندنا فجوة في إزاي نحول الصناعات الغذائية لواقع على الأرض نخدم به الفجوة الغذائية للمواطن المصري ونبقى عندنا قدرة تصديرية القدرة التصديرية في منتج واحد زي الطماطم قد يصل لـ 900 مليون دولار في السنة يعني أنت بتقرب من خمس إراد قناة السويس وده منتج واحد منتج واحد في مصر طيب بس سؤال كده علشان برضو نشرك معنا للجمهورنا الحبيب كده في الحلقة السؤال هاكون مفاجئ طبعا برا المنهج اللي بان مصر كان في الأصل إيه؟ هم بيقولوا حلواني بس أنا عشان في مجال الحلوة لازم أقول إن هو قبل ما يبقى حلوان هو بتاع حلوة وطحنية بس أنا أكدك بقى إن هو خلاح صحية لأن بجد الزراعة المصرية والله الكلام ده يعني أنا درسناه ولكن لما طلعنا ودخلنا في مجال الإعلام وتقابلنا مع ناس كتير من الدول كتير جدا الغريبة الناس بتأكد لي معلومات أنا بقى أجهلها وأنا في مصر بجد الفاكهة المصرية مفيش زيها الرز المصري مفيش زيه القطن المصري مفيش زيه حضرتك بتأكد لي دولتي الطماطم في مصر مفيش زيها صحيح فبجد عشان كده بقى كدلك إن اللي بقى نوصل أنا هقول لحضرتك حاجة كانت أصل فلاح صحيح هو فلاح لإني لو افترضنا إن التنمية المستدامة هي في تعرفها إزاي أنا أطور مدن وأطور مجتمعات وأطور طرق عشان تخدم الحاضر ويبقى فيه فرصة للمستقبل إنه يطور نفسه فبنقول إن حركة المنتج والغذاء بالزاد في السوق المصري بتمثل قيمة وركيزة أساسية أنا هقول لحضرتك في سنة 1928 مر العالم بأكبر أزمة صادية على المستقبل العالم كان ركود البضاعة موجودة على الرف الناس ما عندهاش قدرة تشتري ما فيش سيولة ما فيش توظيف والناس قاعدة في بيوتها فجيه عالم اسمه كينز سنة 1928 وراح زار هيئة الإزاعة البريطانية ودخل على برنامج اسمه إلى ربات البيوت اللي احنا خدناه منهم بعد كده ودخل على وما كمان ياخدوا ناس من بلاد منك عندهم إن شاء الله فدخل وخاطب كل المرأة الإنجليزية في مستوى إنجلترا وقال لهم انزلوا حالا دلوقتي من بيوتكم اشتروا اللي عايزينه واللي مش عايزينه نزلت كل السيدات اللي في إنجلترا على السوبر ماركت وعلى البيقاء لا اشتروا كل البضاعة العرف البضاعة فضيت على الرف أصبح التجار والبقالين يكلموا المصانع يا جماعة احنا ما عندناش منتج المصانع اشتغلت كلمت الموظفين والعمال اللي عاديين في البيت تعالوا يا جماعة اشتغلوا عشان احنا عندنا طلب العمال والموظفين اللي اشتغلوا ابتدوا ياخدوا رواتب ابتدوا يرجعوا فلوس لبيوتهم ابتدت السيد البريطانية تعيد شرى المنتجات تاني وبالتالي اتحركت الدورة احنا فيه ازمة سيولة في الوقت الحالي وازمة ركود منتجات الحل الوحيد ان احنا نشغل الدايرة دي بشكل جيد وبشكل منهجي احنا عندنا احتياج داخلي وعندنا احتياج خارجي في احنا لو ركزنا على المنتجات الغذائية يبقى احنا بنادي دعم للتنمية المستدامة اللي بتزعى اليها الدولة بشكل مباشر تمام مصر في عشرين تلاتين انا متأكد هتكون في منطقة تانية خلص بالفكر اللي حضرتك بتأكدوني ده لكن دي الشفرة الانجليزية ازاي احنا نطبق ده عملي واحنا بتفرج علينا كتير جلوات من رجال العمال والناس اللي حابة تستثمر فلوسها في مجال الصناعات الغذائية رسالة طمأنينة كده ليهم يخش ازاي يتعامل ازاي يبدأ منين علشان الشفرة المصرية مختلفة عن اي شفرة تانية طيب خلينا نقول انه الدولة في خلال السنين اللي فاتت دي عملت مدن صناعية جديدة احنا عندنا مدن صناعية على مستوى الصعيد وعلى مستوى الدلتة وعلى مستوى اسكندرية المصانع موجودة وبقوة المهنيين موجودين وبقوة الميكانة اصبح جزء منها كتير بيتصنع زي ما قلت انا في الحلقة اللي فاتت داخل الصناعات المصرية وبالتالي لازم يحط التاجر ايده في ايد المصنع بشكل مباشر عشان المصانع دي يشتغل انت الاستثمار الصناعي كل المطلوب انه هو عايز صبر على المنتج بفترة بسيطة جدا وزي ما قلت في كلامي ان الخامات الاساسية اللي حتقوم عليها الصناعة موجودة داخل البلد خليك في صناعاتك الغذائية اللي بتشكل المطبخ المباشر الصلصة الزيت المكارونة الحلاوة الفول دي الحاجات الاساسية اللي ما بيخلوش منها اي مطبخ عشان ما تبقاش عندك نسبة مخطرة كبيرة جدا بعد ما تعد المرحلة الاولانية دي بعدين حتدخل في مناطق في اماكن او اتجاهات متطورة طيب دي فكرة نية الاستثمار ان انا بستثمر في حاجات الرزق فيها او المخطرة فيها تكاد تكون محسوبة طيب فكرة الدورة اللي حضرتك قلتها لي ازاي انا اوفق الرسيم ان انا اجيب اشوف المصنع والتاجر وكمان برضو ما ننساش حاجة مهمة جدا المواد اللي بتخش فيه التصنيع تخش بقى في الزراعة تمام ازاي احنا في برنامجنا دي بقى تي نقدر نحل المشكلة دي او نقدر نخلي التلاتة دول يتقابلوا مع بعض علشان تبدل العجلة الشغالة هو طبعا بشكل او باخر لابد ان يكون احنا مش بنعول على الدولة بشكل مباشر لكن لازم يكون للدولة دور وتدخل ولو بسيط يعني انا هقول لحضرتك حاجة بسيطة طب منتج زي منتج العسل السويد في مصر جميل لو الناس عرفت القيمة الغذائية للعسل السويد للاطفال وللشباب بشكل مباشر ولو الناس عرفت ان اقل قيمة شرائية لمنتج غذائي واجبة كاملة للشعب المصري هو العسل السويد ازاي احنا في الاعلام انا والله ما ادد اي ده هون هقول لحضرتك ازاي احنا في الاعلام نقدر نوصل ده ونقنع المواطن البسيط اللي هو بحاجة ان الوجبة بتاعته تبقى بسار قليل ازاي نقنعه اللي هو استخدام اولا لازم يكون في تغيير للثقافة ثقافة الغذاء لدى المستهلك المصري تغيير الثقافة اللي بتعتمد على المادة ذات قيمة غذائية مش بيعتمد على الاكل بطريقة غير منتظمة يعني انا هقول لحضرتك حاجة المادة الاساسية للعسل الاسود ده بتيجي من الصعيد ما فيش ولا مصنع للعسل الاسود في منطقة من بعد المنين الخامة دي كلها بتنقل من الصعيد بتيجي للمصانع في القاهرة واسكندرية والدلتا وتعاد صناعتها وتكلفة كدير وكمان المصنع بيعيد نقلها بشكل اخر للاقاليم والصعيد يعني انا دفعت تكلفة في الخامة ودفعت تكلفة في المنتج التام طب ايه المانع اني بعض التجار وبعض المصنعين يمدوا ايديهم لأيض بعض في استثمارات بسيطة ويعملوا المراكز او الوحدات الانتاجية البسيطة داخل المزارع اللي خاصة بالقصة بالسكر في الصعيد يبقى انا وفرت نقل ووفرت كمان حقلل من التكلفة وحد منتج غزائي امن وصحي للمستهلك وبالذات الاطفال ده اللي انا عايز اقول طيب هاي السؤال بتاع الحلقة اللي فاتت كان على الحلوة الطحنية النهاردة لو حد من رجال الصعيد المحترمين جدا الناس اللي عندهم رؤوس اموال وحبين يستثمروا في صناعة العسل الاسود تمام يعني في نقاط صغيرة كده تمام الموضوع يكلف فرنج كام ان انا زي اعمل مصنع عسل السود طيب خلينا نقول انه التحويل الخامة بتاعت العسل من قصب سكر وملاس لعسل السود مراحل بسيطة جدا يعني لا تتكلف اكتر من مئتين مئتين وخمسين الف جنيه يبقى هو قادر يعمل المنتج بتاع العسل وبالتالي لو كل واحد تاجر او مصنع او صناعات الصغيرة والمتوسطة او شباب يكون لسه بيبدأ حياته وعايز يعمل وحدة انتاجية داخل المزارع في الصعيد بمتين ومتين وخمسين وتلتمائة الف يقدر ينتج في اليوم ما يقرب من اثنين طن تلاتة طن عسل السود ده بيشغل اكتر من خمستاشر لعشرين واحد بيفتح عشرين بيت بيدر عليك عائد ممكن المبلغ اللي انت صرفته يجيلك في اقل من سنة اللي بعد كده حيبع عائد ربحية مباشرة للشباب موضوع مشجع جدا والله طب انا جاتني فكرة دلوقتي وانا معاك على الهوى وانا يعني بقى اؤمن بالحاجات القدرية اللي بتيجي دي ما تيجي مع بعض صناع او المهتمين بصناعة العسل اسود ونتبنى مبادرة ان احنا علشان نقدر نوصل العسل الاسود ونغير الثقافة بتاعة المجتمع طيب ليه ما نفكرش ان احنا نتواصل مع المسؤولين في التربية والتعليم وبفيه عبوات زي بتاعة المربات كده عسل اسود وتتوزع على الطلبة في المدارس خلينا اقول فيدي ايه عالية جدا 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 ازاي نقدر نعمل دي انجاتني الفكرة والله لا 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 الموضوع بسيط جدا هو وانا طبعا تحت امر حضرتك ومن المنبر دوت بقول اني سواء انا بشكل شخصي او وضع الاعتباري في الربط المصري للتجار والمصنعين احنا بنمدي ايدينا لسادة المحافظين في الصعيد والسادة اصحاب الهيئات ان احنا الوحدات الانتاجية دي ممكن نعملها على مستوى المحافظات والمراكز اللي فيها قصب السكر وبتكلفة بسيطة جدا بما لدينا من خبرة في الصناعة دي وتطويرها بشكل كويس لان هو ايه الفرق بين العسل الاسود الامن والغير اامن العسل الاسود الغير اامن بس مش هقول المدر هو اللي كان الاول بيعد بيه الراجل اللي ماشي في الشارع وبيحطه فيه عفوا يعني في تعبير فيه بالله الصغير وبيمر به ده عسل هو مش مدر بس غير اامن لان نسبة الشوائم والمركزات السكرية فيه عالية ايه اللي حصل في الصناعة لما اتطورت لا احنا خدنا الاسف ده خدنا العصير وخدنا الملاس وعملنا له مرحلة طبخ ومرحلة فلترة بحيث ان اللي ياكله بشكل اامن سواء عنده بعض المشاكل في المسالك البولية ما يبقاش عنده مشاكل صحية بعد مرحلة الطبخ ومرحلة الفلترة وبالتالي انا حديه للطفل في 30 جرام بشكل شاسد صغير زي كيس بيغلب بشكل محترم لو هو فتح الكيس وفتح زي العبوات بتاعت العسل للناحل وعبوات المرهوات زي ما حضرتك بتقول بالزبط انا طبعا ما بفهمش في الجزئة دي لكن انا بقولها دلوقتي وبطلب من حضرتك ومن رابطة تجار صنع مصر ما تيجي نشكل لجنة ونعمل الموضوع ده نفكر فيه والتوصيات اللي هتطلع من اللجنة دي نعمل فايل محترم ونتوجه به ليه التربية والتعليم ويبتدي الموضوع ده لو ثبت الجدوى زي ما حضرتك بتأكد دلوقتي يتم تعميمه ويتم استبدال البسكويت ولا الحاجات اللي بتتقدم ده كده او يتم اضافة العسل الاسم صحيح صحيح لا الملفات جاهزة والدراسة جاهزة وانشاء وحدات انتاجية انشأناها او انشأتها المركز تكنولوجيا الصناعة في المينيا في مركز تونال جبل وكانت ليها عائد كويس جدا هي بس الدور زي ما اقول لحضرتك للمحليات انها تسعى بشكل او باخر تكون جاهزة انها تمدي ايدها للمصنعين واصحاب الخبرات لكن الدراسة جاهزة والملف جاهز ومعندناش اي مشكلة للموضوع طيب انا بقول لحضرتك على الهوى هو وحسبونا على الكلام ده انا بكرة ان شاء الله في محافظة سهاج في لقاء مع السادة المحافظ انا هاعرض عليه الفكرة سهاج فيها النقطة الاساسية في فرشوت وبعدها في نجاح حمادي تبع انا ده المركز الاساسي لأجود انواع الاساسي اللي بيستخلص منها الملاس الخاص بصناعة العسل الاسود تمام انا هارض مابدى وهتكلم بصفتي اوضف الرابط اهلا وسهلا لا بجد بعد ما عرفت القيمة الغذائية للعسل الاسود لا ده احنا اطفالنا في حاجة ماسة جدا 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 له صحيح وخصوصا انك انت صعب بتقنع الولد ان هو ياكل عسل الاسود صحيح لانه ما بيشوفوش على الصفر كتير صحيح لكن لما بيلاقيه بقى موجود في المدرسة والمدرسين يتكلموا عنه ويتفرج علينا في التلفزيون وشوفوا الفوائد الغذائية بتاعته اكيد هيتم تناوله وهنحافظ على الصحة اولادنا بجد من الصغر وانا ممكن اقدمه كمصنع بشكل امن يعني انا يعني وضع التغليف ووضع التعبئة ده كله بشكل اعمل بحيث هو يستخدمه باسهل الطرق اثناء تناوله للوجبة انا حوصله له 20-30 جرام 40 جرام في كيس صغير هو مجرد ما يكون جاهز للأكل حيحطه قدام السندويتش او يكون معه اي حاجة تاني هو خد وجبة غذائية كاملة طب انا مفيش كلام اجمل من كده بجد يعني الوقت الاسف في دهامنا لكن انا حابب اسمع من حضرتك كده في 30 ثانية رسالة لكل اللي بتفرجوا علينا دوقتي اللي حابين يستسمروا في مجال صناعة العسل الاسود يتوجه فين يروح فين يبتدي منين فكرة ازاي؟ هو مبدئيا احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده البلفات ودراسة الجدوى موجودة في الرابطة المصرية للتجار والمصنعين لو اي حد عايز يعمل المشروع حسب قدرته المالية وحسب رؤيته حيخدم على شريحة يتوجه ويتصل بالربطة او يتصل بحضرتك او يتصل بالبرنامج احنا جاهزين ان احنا ننفذ المشروع باسرع ما يكون ونقدر نشرف عليه لغاية ما نسلمهوله بشكل مباشر من اول 250 الف جنيه الى لو عايز يستثمر اكتر لان ممكن لدينا فرصة تصديرية للعسل الاسود لان في اوروبا وامريكا وكندا بالذات بيعرفوا القيمة الغذائية لمنتج العسل الاسود عشان كده بيصدروه او بيستوردوه بشكل كبير لكن خلينا اقول في ظل القوة الشرائية الضعيفة للشعب المصري وجبة غذائية كاملة بعشرة جنيه لأسرة كاملة تخيل وجبة غذائية كاملة بعشرة جنيه يعني هيجيب عبوة العسل نص كيلو هياكل اربع افراد وجبة كاملة ويقوم وشبعانين وعندهم قيمة غذائية بعشرة جنيه انا هاخد كلام حضرتك ده وهنهي بيه الفقرة الجميلة دي واقول له كل اللي بشوفنا دلوقتي الى ربات البيوت الى امي واختي وزوجتي كل واحدة مسكة المصروف في بيتها انا بقول بنشدك بقول لك وجبة غذائية متكاملة تماما العسل الاسود نبتدي نجرب من النهاردة من النهاردة الولاد عشيهم الوجبة مش هتكلف عشرة جنيه للأسرة كلنا بنحاول نقتصد في مصارفنا علشان نواجه اعباء الحياة ما بين دروس خصوصية ومية وكاربة فالموضوع بسيط وجبة غذائية جميلة جدا موسيقى موسيقى موسيقى